السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت انا كنت عملت اضحية السنة اللي فاتت وكان نفسي اعمل افضل منها يعني كان هو عنده مثلا عمل ماشية او عمل ماعز فهو عايز يعمل ايه يعمل يتبح بقى يتبح جمال يتبح بقى يتبح شيء من هذا يتبح حاجة وقلت لو ربنا كرمني عمل اضحية افضل السنة الجاية يعني اللي احنا فيها دلوقتي بس انا بالفلوس وجدت عمل خير نفسي اعمله اساعد بيه وكده مش هقدر اضحي السنة دي على عليا وزر هو السؤال انت عملت عمل خير وصرفت الفلوس لو كنت عملت عمل خير وصرفت الفلوس خلاص اه وجيه عليك جيت عليك الاضحية وانت معاكش الفلوس اللي تعمل بيها اضحية يبقى معلكش حاجة معلكش انت قلت ان السنة الجاية اعمل كده لكن انت لو ما كنت صرفت الفلوس دي وانت ندرت على نفسك الندري ده الندري ده بقى واجب فاعمل ايه فاعمل الكلام ده طيب في حالة تاني حالة تاني ان ياللي حاصل لا ده يا مولانا المسألة دي الناس الراجل ده مش لاقي حد يساعده وهيموت لا الانسان قبل الانسان قبل كل شيء لو اديت الفلوس دي هتكفر عن يمينك لو اديت الفلوس دي هتكفر عن يمينك اذا مجدش هتقدر تعمل الكلام ده مرة تانية يبقى اذا اديت الفلوس ده للشخص اللي هو خلاص حالته حالته مش هيقدر يعيش ولا بد ان حد يتدخل بمال وما حدش لقين حد يتدخل بمال ولا لا ان حد انت تدله على الخير ده فيعمله وما فيش غيرك انت اه ادفع الفلوس دي وكفر لان انت كنت خلاص ننزل ان انت السنادي تدبح افضل لو كان الامر على كده وخلاص انت دفعت الفلوس وكان النزل السنادي هتكفر عن يمينك لان خلاص بقى فاتت مسألة السنادي دي لان انت حددت السنة الجاية اللي هي دي وانت قلت ان انا قصدي دي لكن لو كنت قصد السنة الجاية اي سنة من السنوات اللي بعد كده كان ماشي كنت ممكن تدفع الفلوس للراجل وتدبح في سنة من السنوات اللي بعدها لكن انت قلت السنة الجاية اللي هي السنة دلوقتي انت اللي كاتت في السؤال دلوقتي ان هي دلوقتي فاذا فاتت السنة دي يبقى خلاص انت ما يوفتش بالنزل يبقى ايه اللي يحصل ساعتها هتكفر وتتعامل مع النزر كأنه ايه كأنه يمين وتكفر عن يمينك يبقى احنا واضحة اوه عشان بس المسألة تبقى واضح يبقى ساعتها هتكفر عن يمينك لان انت ايه اللي حاصل لم توفي بالنزر لما تدفع الفلوس دي طيب لا ده يقدر حد تاني يساعد الشخص ده يبقى عليك ان انت توفي بالنزر او لا ليه لان النزر بينقلب الى واجب يعني ايه بينقلب الى واجب ولذلك الاصل في النزر ما تلزمش نفسك بما ايه ما تلزمش نفسك بشي ما تقولش ندر علي ما تعملش كده ما تعملش كده ليه لان الندر بعد ما كانت الصدقة مستحبة لما ندرت بقيت واجب عليك يبقى ده وقت عشان ما تعملش كده في نفسك يبقى ما تندرش احسن واللي حاصل مش معنى ما تندرش احسن ان انت ما تصدقش لا تصدق من غير ندر ويبقى دي فيه ساعة ليك انت واحسن ليك انت